انا بحس ان ده بينزل تحت بند الابتزاز العاطفي ان انت بتبتزني وبتبتز مشاعري ومجهودي يعني جات لنا مشكلة قبل كده على البرنامج وانا لها استني احنا هنعمل حلقة على الموضوع ده ودي الحلقة اللي بتقولك جودي كان متجوز قبل كده وانا مولى علي صوابه على العشرة شمع يعني هي الستة عاملت كل حاجة وتقول الوقت كل ما عمل حاجة يقولها لا لا ده كانت مراتي اللي فاتت كانت منظمة قوي لا ده كانت نضيفة قوي لا ده كانت بتعملي لبسي بالشكل الفلاني مثلا لو انا جيت من الشغل والاكل اخر لا ده كانت بتسألني قبلها بيوم وبتبع محضرين للأكل فبتقولك طول الوقت بالرغم ان انا عاملة كل اللي علي وزيادة لكن طول الوقت بيستفزني بمراته الاولانية طب ما هو لو كان حبيبة قوي كده طب سابها ليه ولما انا قلت له الجملة دي لما قلت له يا السلام يعني انا كل حاجة مش عاجبة طب وسبتها ليه ما كنت كملت معاه طب طلعت ان هي بترد عليه وبتستفزه طب ليه ليه طب ازاي طيب طيب ما ينفعش نقارن احسن ما في شخص بأسوأ ما في شخص اخر لان على النقيد في الناحية التانية هنلاقي ان هي دي عندها مميزات تانية كتير جميلة انت ما قدرش المميزات اللي فيها انت مش شايفها انت بتقارن بصورة قديمة انت اسير الحالة القديمة عشان كيا دايما بنقول في المشاكل الاسرية ما تطلعش من علاقة تخش في علاقة من غير ما تستعيد توازنك وتتحرر من الازمة السابقة لانك انت داخل لسه انت هو جاي بمشاكل العلاقة القديمة ومميزات العلاقة القديمة ومقارنات العلاقة القديمة بيأذي بها الطرف الاخر اول حاجة هنا هو عملها ايه مفيش تقدير مفيش ملاحظة لأي مميزات مفيش استعداد انه يبدأ التجربة الجديدة بروح جديدة هو لسه عايش اسير في اللفادي طول الوقت حاسس اقفلها انها تعمل حاجة بعد شوية طب انا مش عايز اعمل حاجة حاجة